اخواني اخواتي السلام عليكم مرحبا بكم مرة اخرى على قناةكم البيتكوين بتاريجة اخواني اخواتي موضوع حلقة اليوم الذهب البيتكوين والفضاء اخواني اخواتي هذه الحلقة هذه فقط باش نشوفوا يعني التطورات الاخيرة والاهداف المستقبلية ان شاء الله اللي ان شاء الله كنتم حوليها ويعني ايضا النوقات اللي ممكننا نعود يعني ندخلو فيها في هاد الاسيت يعني ما نشوفو بان الاسعار تصولي مناسبة مرة اخرى اخواني اخواتي ما فيها بس ايضا بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا ندربو فقط واحد اطلالة ونشوفو يعني الاوقات اللي تكلمنا بها وقلنا باننا خاص نشيرو البيتكوين لماذا وعلاش نربطوها ايضا بالمستقبل اخواني اخواتي علاقة شمعي اخواني اخواتي يعني كانت قريبا هنا باش كنا في نوفومر كانت ايام صعبة يعني كانت ايام صعبة لماذا كنا يعني لاحظنا بان يعني السعر يعني بنسبة لنا هنا كان غدي تكون تلاقي الى الاعلى ولكن هذا الكسر اللي كان الا لاحظة معي رفقت كسر كاذب لماذا هذا كان دير واحد الحدث دير واحد يعني السوق الناس تشي حد ما كان كتوقع بان شركة كالف تي ايكس ممكن ديرها فايت لانا اخواني اخواتي يعني الباينانس كون ما خرجاتش كتبيع الف تي ايكس يعني العملة دي الف تي ايكس الف تي ايكس ما كانش هدير بلايتها كانت غدي تكمل والديون ديالها را كتسددهم بشوية بشوية المشكلة اللي كان عندهم هو الكاش ديك شعليش درو فايت لانا لهذا كان قلنا اخواني اخواتي انا يعني تقريبا في اوائل افريل قلت الناس باننا را خاصة تبدأ تبيع لان الناس اللي شروا في هات المنطقة را دخلت الفلوس وخاصة الكاش وخاصة ننسينه المناطق القادمة ان شاء الله لان انت في الاخير انت بغي تربح والربحة غادي يكون عندك الجيد مني غادي تكون شريتي بأسعار مناسبة وليش قلنا بان هاد المناطق خاصة يشري فيها الواحد يعني في نفس النهار تكلمنا وقلنا يعني الفيديويات ما زالنا نجمعوه ان شاء الله بغي نعود ندير اليوم شاي كومنت يعني ربما الاسابيع القادمة ان شاء الله علش قلنا في هات المنطقة خاصة يشري لانا اخواني اخواتي انا بالنسبة لي الجريبة ديالي اه الناس داك ولا ايضا البيتكوين مرتبط بالناس داك لان الناس داك ايضا سبيكولاتيف لان الناس داك لانا كلهم على التكنولوجي وفين قدر التكنولوجي سوصال يعني كان واحد شوي ديالسبيكولاتيون والبيتكوين رب نهارت خلق هو تابع الناس داك الناس داك يطلع البيتكوين كيطلع الناس داك يهبط البيتكوين كيهبط هاتي يخدها قاعدة هاتي اما هنيا لاحظنا بانا الناس داك كان كيطلع اه الاساند بي فايف هندرت هو كان كيطلع ولكن البيتكوين ما كانش كيطلع كان غادي غير يعني هوريزونطال يلا شفنا النس داك كان كيصح كان اللي بيتكوين ما زال كيهبط ديك شئ كنا كنشوفه الابطات عدو وعلاش قلنا هات القضية دي لانا شفنا بانا انتي عاشة في الاسواق كان ديك الساعة جيرون باول كان هبط يعني ساعة الفائدة من سبعة وخمسة وسبعين الخمسين يعني كانت بوادي جيدة بانا الاقتصاد غادي يبدأ كيتحسن بانا هاد المنطقة احسن منطقة لشراء ومبعد كيما كتلاحظو مبعد يعني في بداية السنة كارتفاع القاوي يعني بخلاف هاد الشيء هادا يعني بالنسبة يعني هاد الدروب هادا اللي كان ومبعد هاد الصعود الصعود كان قاوي ولكن اخواني اخوات يعني الصعود يعني يعني كان مبالغ فيه مهم ما نحاولوش يعني نتعمقه بزاف لان هاد القضية دي صعيبة لانا كل شيء عارفا يعني هاد الموضوع دا يعني كان لحادث دي الابنك في الولد المتحدة الامريكية يعني اللي كانت دار تفاييط وكان ايضا يعني بعض الابنك في في سويسرا يعني كان اتصر ايضا السخو ولكن اخواني اخوتي يعني مني لاحظنا بأن الابنك المركز هي يعني بداتك تدخلوك تتعطي السويلة فكانت انتعاشها ولكن اخواني اخوتي من نسبة البيسكوين كانت انتعاشها مبالغ فيها الان مش نشوفوه فقط يعني الحالة السعرية اللي تكنيك يعني نشوفوه التحليل الفني يعني كما كتلاحظ يعني مني وصلنا لهذا الامي دي التمية يوم الاخيرة كان عليها واحد ارتكاث قوي كان عنوحد الاسانديك ترينجل ومبعد كان الاختراق الى الاعلاق وصلنا مراطق 30 الف اللي كانت صعيبة ومبعد كما كتلاحظو الان يعني البيسكوين فهو نازل يعني باش ندخلوه لصميم الموضوع ونشوفو يعني فقط يعني الاسعار المرتقبة انا بالنسبة لي يعني البيسكوين اه سبيكولاتيف اسات ولو انه الان يعني اه كاين سعر الفائدة غدي تزيد يرتفع مرة اخرى لاننا لاحظنا البارحة البارحة كما تكلمنا في تيليجرام كان الاعلان على تدخم اللي كان 4.9 ولكن اخواني اخواتي ولو انه كان ايجابي تكلمنا في تيليجرام قلنا بانه رأي ايجابي وقلنا ايضا شيء اخر رأي الكلام رأي كلو مسجل في تيليجرام مشي تشوفو قلنا بانه هذيك شمعدي رأي تقدر تعود تثبط يعني دائما يعني دائما بيحضر يعني رأي ماشي سعل لهذا اخواني اخواتي انا جميع الناس اللي كانصحهم دائما الاستثمار يعني الاستثمار كتخلف مراكز يعني كتكون يعني جيدة جدا والانسان كيبقى مرتاح شيء اخر اللي جي نشوفو هذي الحركة السعرية الان كما كتلاحظو كرت في كدل هنا الاي ام اي ومن بعد تتكلمنا ايضا مرة اخرى مي كان عندنا النزول قلنا اخواني اخواتي باننا ايضا عندنا هذه المنطقة منطقة قوية اللي تعطينا دعم قوي ولكن اخواني اخواتي الان كما كتلاحظو هنا المصمرين ف الان من الان بدأت المخاوف باننا يعني في الشهر القادم السعر الفائدة يزيد يرتفعه بخمسة وعشر نقطة جيرون باول باغي يخفض تضخم الى جوج في المياه وللاحتي الان عنا ربعة فصلة تسعود هذا يعني بانه ما زل عنده يعني طريق طاويلة باش يوصل لهاد النتيجة يعني را غادي بقي هزي فساع الفائدة حتى الاخر السنة را ما شي غير هيز زغطة روحدة ولا جوج لناسينو ما غاديش يوصل لهدف ديالو وخاصة يوصله يعني قبل انتخابات بستة اشهر يعني انتخابات القادمة ان شاء الله في الولايات الانتحاد الامريكية اه شيء اخر يعني انا بيت القاصيد انا تيبا ليا اه يعني الصعب باش نشوفوا يعني البيتكون الهيار انا تنقول يعني الى كان نزل يعني نزل قوي في الايام ربما للقادمة انا بالنسبة ليا المنطقة اللي قدر يكون في ارتداد هي الايام اي دي المائة يوم الاخيرة غادي نكونو تقريبا في منطقة ستة عشرين الف وميتين وحطاش تقريبا ستة عشرين الف ومية ستة عشرين الف وميتين هادي تكون يعني اه منطقة جيدة لشراء لمادى المتوسط فقط انا ما تنتكلموش على المادى البعيد لانا بنسبة لي المادى البعيد فين كان سين البيتكوين المادى البعيد كان عني به هاد السنة دي قد تكون عندنا الفرصة البيتكوين الاجهد عاو تاني هبط كانت الفرصة هبط على عشرين الف دولار انا بالنسبة ليا هاد جي عاو تاني ديك المناطق في ديك المناطق ممكن بان الواحد يعود يبدأ يدير دولار كوست افريش اما بالنسبة لها المنطقة اللي تكلمنا عليها الان اللي ممكن يكون ارتكاز عليها ويكون ارتداد الى اعلى هذه تكون فقط يعني تصحيح والواحد بحلها هناك يمكنه يشري الكوريكتور يعني كتعطيك اربح جيدة ولكن اخواني اخواتي كما كتعرف يعني الان يعني الاسواق ماشي مستقرة يقدر يكون هذا الكلام اللي قلت لك يقدر يكون ماشي يعني صحيح فلهذا اخواني اخواتي الى مشينا للتهب انا بالنسبة ليا لك يبغي يشري البيتكوين يعني مقادير كبيرة ولا بد ايضا بانه يشري شوي دي للتهب لماذا اخواني اخواتي لان الدهب مت يكونش فيه نوز القوي ولكن عندك خسائر في البيتكوين كيمكنك تعوده بالتهب وكما تكلمنا يعني انا الفيديو يديلي ايضا يعني منذ سنة الماضية من سبتمبر وتكلمنا وتكلمنا على مواقع شراء وقلنا اخواني اخواتي باننا حان موقد الموعد شراء الدهب وايضا الفيديو تكلمو عليها ان شاء الله اما بالنسبة لي انا كيمكنك تلاحظ يعني ولو انه كان شيء الى راح تعدي يعني اه تصحيح فصحيح ما فيه الكفاية ومن بعد كانت التلقى قاوية لماذا اخواني اخواتي لانا الى راحتي الدهب دائما تيكون الاقبال علي متى كل خوف الى مشي نشفنا نديرو اه هذا الديلي فريم اللي كنا كندربو عليه الاطلالة الى مشي نشفو ديال السانة كيمكنك تلاحظ كانت عنا الازمة الاقتصادية الفين وثمانية الفين وحداش ومبعد مين بدك يكون لتي عاشا كيمكنك تلاحظ الفين وثلتاش كانت السانة ديال البيع ديالتهب يعني لمشي تيشتي معايا تقريبا الازمة الاقتصادية يعني كي كان كانت تقريبا بدات في الفين وثمانية كيمكنك تلاحظ يعني البداية ديالها كانت من مية وعشرين ويلي مشي نشوفو الفين وحداش يعني السالة في الفين وحداش فالدهب وصل لالف وثمانية وتسعين يعني تقريبا ما كان من السالة سانوات يعني الدول يعني صعد اكثر من مية في المئة فهذا كان استثمار جيد وكيما كتلاحظو يعني من بعد مني الازمة الاقتصادية مشات فالناس بدات كتنتقل يعني المشاريع كتنتقل اسواع الامريكية فالهذا بدأ البيع المكتف ليتهب يعني حتى دروح تسحلي قوي ومن بعد كيما كتلاحظو كانت الانتعاشة والان اخواني اخوتي لمشينا رجعنا عاوتيني الديلي فريم انا بالنسبة لي الاهداف القديمة في الشهرين القديمين ان شاء الله لاننا عنا ايضا المخاطر اه ديال الركود الاقتصادي وكان هناك ايضا يعني اه انا اسمعتها فقط اليوم في الاخبار يعني كان اه بعض الاشخاص اللي كيشتغلوا في الفيدرال وقالوا بانا اه يعني يقدر يكون امريكا عنده واحد اركود اقتصادي من بعد اربعين سنة لان اخر اركود اقتصادية كان قوي كان قبل اربعين سنة وكيما كتلاحظ يعني انا بالنسبة لي يعني اه ربما اه الشهرين ولا ثلاثة اشهر القديمة كيما كتلاحظو عنا واحد دابل باطم هذا هو الحساب ليدرز انا بالنسبة لي هذا هو السعر المرتقب يعني بالنسبة لي الفين وربعمائة فهي اه الشيء اللي ربما يعني نقدره نوصله له وكيما كتلاحظ يعني الذهب اخواني اخواتي فتبقى دائما ملد امين وهذا الوقت فهو شيء مهم بان الواحد يجب تنويع الاستثمارات فلهذا اخواني اخواتي شراء البيتكون يكون دائما مستحب يعني دائما الاشيطة البيتكون خاصة ايمن ايضا شراء الدهب باش يكون يعني الاستثمار تكون جيد اما بالنسبة لي الفيطة اه الامشي تشتو ايضا الفيديو تلك الخرانية انا الاربع ساعات مشو نديرو اه ديرو الويكلي فريم كما كتلاحظو اخواني اخواتي الامشيتي الهنايا الفين وحضر يعني كتلاحظ معايا عادي هنا فين سالت وكانت ماكفي كان عندو البيك يعني فين كانت الازمان الاقتصادية الى مشي تشتي الفين وتمانية شوف فين كان الفيضة كانت قريبا كدير ما كاملاش تسعود دولار الفين وحضر ما كاملاش حال تلت سنين الاسعار تابعت تقريبا لخمسين دولار يعني شوش حال دي الاربع بحالة جريتي البيتكوين بعشرين الف ومبعد تلت سنين وصل مئة مئة الف فالي هذا اخواني اخواتي يعني تكلمنا جميعا مسارح العبارة تكلمنا السنة الماضية ايضا تقريبا كان اه يعني في سبتمبر اخر اواخر اواثر الاوائل دي السبتمبر تكلمنا بان الواحد خصيب دي فكر واحتنا المناطق الشراء وايضا في الايام يعني اه والاسابيع الماضية كانت ادي الحركة السعرية الشيء الحركة ارى ما زالة عندي في الفيديو يات في المدخل تلقاها لان كما كتلاحظ كان عنا ترين تنازولي نعود نشوفو هنا هي الوكلي كان عنا واحد ترين تنازولي يلا لاحظتي معايا ادورت ترين دي الفضة يعني مندو الفين وحضر مندو وصل الى القمة كان عنا واحد ترين تنازولي ومندو وما كانش سال اختراق ديالو وكما كتلاحظو يعني الفضة عندها واحدة الحركة جيدة جدا يعني كما كتلاحظ كالاختراق وكان الريتس مرة اخرى الان تقريبا كانت دولو في مناطق اه اربعة وعشرين الف سيسمح اربعة وعشرين دولار فاصلة جوج انا بالنسبة لي مناطق ديال اه ثلاثة وعشرين دولار فاصلة ثمانية حتى الثلاثة وعشرين دولار فهي منطقة جيدة لشراء لان كما تكلمنا اخواني اخواتي انا بالنسبة لي الاهداف ديالة السنة بالنسبة لفضة ثلاثين دولار شي سهل ويعني هدا بالنسبة لي ما دخلش معنا فقط المناطق لان هاد المناطق رات تكلمنا اليوم والفيديو يترا موجودين اهني كانت دير قدير اربح جيدة واخواني اخواتي اه شي اخر بالنسبة للفضة كتعطي اربح اكثر من الذهب وراكشفنا هنا في الازماء الاقتصادية يعني اه الى كان الركود الاقتصادي الفضة غادي تدير اربح لي ما يديراش البيتكوين اخواني اخواتي هذا كانت اه يعني فقط واحدة الاطلالة وجهزة لانك كما لاحظك فان الاسابيع الماضية منيرتاف الاسعار ديالبيتكوين يعني اضطرت بان هني قلت اه نديروا واحد البوز ونديروا فقط لان اخواني اخواتي انا بالنسبة للاسعار الحالية فهي مبالغ فيها الاسعار حالية خاصة نسينو اه يعني الوقت المناسب بحالي درنا السنة الماضية خاصة نسينو الوقت المناسب باش ندخلو ان شاء الله باستثمارات قوية يعني انا بالنسبة لي اه الاستثمارات تيكون دائما ولكن مني تيكون شي نوزول قوي كيمكن الواحد يعني ما في بس الى اشترا شوية الاسات يدير ارباح كشري الكوريكسور هذا شيء جيد ولكن حتى تيكون واحد النوزول يعني تيكون واحد كراش اللي قوي فقط فهذا الحالة ممكن باننا ان شاء الله نعود ندخلو وديك الساعة ان شاء الله يلا كانت الفرصة وعدي نتكلموه اليان مرة اخرى اخواني اخواتي مرة اخرى ما بغير فقط نقول لك بان انا انا ماشي اه يعني خابر اقتصادي نشارك معك فقط جريبة ديالي وتقدر تكون خاطئة اه مرة اخرى شكرا لمشاهدة والفيديو القادم ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة